حادثة اعتداء ومقطع مصور يوثق جانبا من الجريمة الصادمة عبير فتاة أردنية تعرضت للاختطاف والاعتداء في ليبيا والسلطات الأردنية باشرت إجراءات تحقيق تواكبها تحركات دبلوماسية مقطع فيديو صادم وتفاصيل خطيرة لحادثة ضحيتها فتاة أردنية كانت في زيارة لأقارب لها في مدينة بنغاز الليبية الأنباء تتحدث عن تعرض عبير للاختطاف والاعتداء لمدة يومين والاتهامات موجهة لأفراد على صلة بقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في تفاعل كبير من السفارة الأردنية لأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان مهتمين جهات عديدة دولية اهتمت بالموضوع الآن أصبح أحد الموضوعات الرأي العام الآن استخدام العنف بهذا الشكل بحق هذه الفتاة لذلك نحن نقول بأن الجريمة حسب معلوماتنا نحن كمنظم الضحايا إنها قام بها هذا الشاب اللي هو علي الفرجاني ومجموعته وكلام مؤكد وبالأدلة ما على إلا جهات التحقيق أن يتفتح تحقيق في الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجه ضجت بالمقطع المتداول أصطى مطالبات بتحرك عاجل من قبل السلطات الأردنية لإنقاذ الفتاة الضحية ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة وزارة الخارجية أكدت صحة الحادثة التي وصفتها بالمشينة والمسيئة جدا منشيرة إلى حصولها على تطمينات من قبل السلطات الليبية حول وضع الفتاة بعد التواصل معها وفي الإجراءات الرسمية المعلنة فتحت مدعي العام المختص بشؤون التعاون الدولي تحقيقا في الواقعة وجرى طلب مساعدة قضائية بالطرق الدبلوماسية من أجل توفير تدابير الحماية اللازمة للمواطنة الأردنية بشكل عاجل أردنيون مقيمون في ليبيا وآخرون خارجها طالبوا في إعادة فتح الممثليات الدبلوماسية الأردنية في ليبيا من أجل متابعة شؤون المقيمين هناك في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تهدد سلامتهم فيما استعاد آخرون حادثة اختطاف السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان عام 2014 قبل أن تفلح الجهود الأردنية في الإفراج عنه وإعادته سالما إلى المملكة منتظرين عودة سالمة مماثلة للضحية الجديدة عبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر